موسيقى مواضينا مرتبطة بالكورونا والموضوع الأول هو عن الفيتامينات والمكملات الغذائية والمعادن والسؤال هل هي تعزز المناعة ضد الكوفيد-19؟ فهل يمكن تجنب هذه الظاهرة؟ وباء كورونا وتقوية المناعة أمرين ارتبطوا ببعض من لحظة ظهور هالوباء فهرعوا الناس إلى الصيدليات لشراء أنواع فيتامينات ومتميمات غذائية يقال أنها بتقوي مناعتهم وبتحميهم من الفيروس سجلت الأرقام زيادة مبيع الفيتامين سي مثلاً بنسبة 20% والزينك اللي يستخدم كعلاج للرشح والأمراض التنفسية بأكتر من 100% فهل تناول الفيتامينات حقاً فعال؟ قوي شغلة لازم نعرفها أنه الفيتامينات هي شغلة كتير مهمة بالجسم وموجودة بكميات تبقى كميات قليلة شغلة كتير مهمة لجهاز المناعة شغلة مهمة للعينين للأظافر للشعر للجرح بس الشخص يلي بيكل بطريقة منتظمة ما أنه بحاجة أبداً ياخد فيتاميس بلبنان الخنقة الاقتصادية والخوف من رفع الدعم عن الدواء والقلق من بكرة أدى إلى ارتفاع جنوني بطلب المتممات الغذائية والأدوية وصارت القصة تحويجي بيقوم فيها الشخص وبيخزن عنده فيتامين سي وفيتامين دي وزينك وغيرها على صحة السلامة اللي عم اللحظة وقتها يعلو كتير أرقام الكورونا مثلاً بعد نيو يير الطلب اللي صار كان جنوني يعني كان هائل هلأ بتحسي رجعي تخفيد بس على التخزين كتخزين ايه واحد عم بيحط عنده واحدة سبير بس مش أمانتس لأنه غاليين كمان منون رخاص الفيتامين يعني مثلاً الفيتامين سي بيبلشوا من الـ40,000 لـ10 حبوب الفيتامين دي لأ بعد وصاره كتير مقبول لأنه مدعوم الفيتامين دي الزينك بيبلشوا من الـ15 حبة بحدود 30,000 وبيطلعوا تصلي فيك تصلي على 170 بالزينك فيه عالم بيرقدوا بيقلك قبل ما يغلق هالقلق المزمن اللي عنده ياه على المستقبل أنه يمكن ما يتأمن شي بيعمل هو خطة استباقية فبيقول أنا بدي أحمي حالي أنا بدي ساعد حالي ما في حدا يساعدني فالفعل أنه يخزن ويضب ويريح باله أنه إذا صار معي مشكلة أنا عندي السلوشن عندي الـproducts بيخلوني وصل للسلوشن تبع هيدا المشكلة بيريحوا نفسي ما كتير الكريزة معمولة على الفيتامينز قد منها معمولة على الدواء يعني الدواء بيحسها أنه كيف ما يفوت إذا في بيلاقي دواء إن شاء الله لو أخذوا مبارح أو الصبح بدوا يأخذوا يعني حتى وصلنا الـ patient يجوا على كذا shift يعني يجوا على shift الصباح على shift الظهر على shift عاشية لأنه تيجمعوا قدمة فيهم يعني وصلنا نبتر نقعد كل دواء مششغل في حدا مننا عطول متوازة تياري أول فترة عن شو نبيع ولم ينبيع كل هول في خوف عند كل العالم وكل ما حدا بيسمع أنه هيدا ممكن ساعد المناعب بيروح بياخده بيشتري هيدا شي طبيعي بس بذات الوقت لازم كمانا شوي نتكل على شو فيه دراسات يعني ما فينا كل الوقت ناخد هايك الفيتامينز زيادة إخذ الفيتامين تعمل مشاكل هايدي شغلي أبدا ما لازم ننسيها مثلا مثل الزنك إذا كتير مناخد زنك تعملنا مشاكل مشاكل بالمشي، مشاكل بالحكي، بالشم في فيتامينز ممنوع ناخدها مع أدوية والعالم ما تنتبه له كلودا سقر مدربة رياضية من أكتر من عشر سنين بطبيعة عملها تتناول المتميمات الغذائية ومع بداية ظهور كورونا قرر تتقوي منعتها لتحمي حالها أكتر بوجور، سابا بدي فيتامين بي 12، بدي فيتامين دي، فيتامين سي، وزينك من كل شي تناتناقليز لأنه مبلح أكل، كل يوم باتي أربع صفوف سو مجبورة أخد سبليمت وصلنا لوقت أنه إجيت البندميك وهل وباء هيدا، وقعدنا بالبيت فترة هلأ هون أنا ما أخد طبعاً الاعتبار أن أوقف سبليمت لليت أخد لتاريخ ما حسيت أنه مش أنا مش جسمي ما في هالفول أف أنرجي اللي عندي إياها فهون عملت كوسش المركة حالي طلعت عملت بلان بيان عندي أنه الفيتامين دي كتير عالي، الفيتامين سي كتير عالي، الزينك لأ من كل العالم أخدت هيدا الشيء وقت الكورونا سو قال من الأول مناعة أكتشولي هول كله المشي سمم جسمة بسبب ارتفاع نسب الفيتامينات عندها مخزون الحديدة عندي صارت كتير عالي أوبردوز صار، كما بيقولوا فهيدا الشيء بصير يكب سم على الكبر حسيت أنه جسمي عم بيجاني عضلاتي عم بيجاني ما في هالأنرجي اللي عندي إياها مش أنا، إنسان تاني يعني أنا فلق أف أنرجي ما بهدى الإفراط بتناول الفيتامينات ضر كلودة أكتر من ما نفعها فاكتشفت أنه البديل موجود بين إيديا موسيقى أخدت معي المسألة سنة لحتى اللي نضيف جسمي من السابليمنت ومن كل الفيتامينات وكنا نعمل كل كله التشهر لحتى اللي نعرف قديا عم بينزل معنا الفيتامينات بالجسم لأنه، مثل ما حكينا وقلنا أنه كل هيدا شيء بأثير على الكبد وهو مصفاية الجسم الكبرى بصد إنه متواجهة لمحال أعرف كيف بدأ أكل مطرح السابليمنت لحتى اللي ارجع قوي مناعته ويتصير عنده الأنرجي كثير مشجع العالم تعمل سبوت وكثير مشجع العالم تغير هيدا النفسية ما تفكر إنه فيه كورونا ما تفكر إنه أنا حق نصاب لا، لأنه كل شيء بيتركبهم بالدماغ سو أنا مفروض علي أعمل سبوت أكل منيح، أتغذى منيح تات ست الناس مازالت تسيق استخدام الفيتامينات وغير قادرة على تقييم خطورة استهلاكها بشكل خاطئ على صحتهم فمتى يجب تناول الفيتامينات؟ بس ما يكون في عندك دراسات وبس ما يكون في عندك أدوية لفيروس أو حيالة شيء بتصير تطلعي إنه هيدا الفيروس عم يضرب جهاز المناعة شو هن القصص الناتشرال يلي بتشتغل على جهاز المناعة؟ هلأ إذا نجي مناخد الفيتامين دي نحن نعرف إنه الفيتامين دي هو بساعد تمتص الكالسيوم أوكي، طي يحطه بالعضل هلأ دراسات بالكوفيد بيّنت إنه الأشخاص يعني 80% من الأشخاص يلي كان تستيب بوزيتيف عندهم الكوفيد كان عندهم نقص بالفيتامين دي مشان هيك قالوا إنه النقص بالفيتامين دي هو يمكن بخلي الواحد سيسبتي بالأكتر يكون يلقت الكوفيد والأشخاص يلي كان عندهم نقص بالفيتامين دي عملوا مشاكل أكتر من الأشخاص يلي كان عندهم الفيتامين دي نورمال أنا بفهم العالم تاخد فيتامين سي أوكي، ممكن الفيتامين سي لأنه بخفف لنسبة الرشح يعني كلنا بنعرف بس كوني مرشحين ممكن يخفف الوقت ممكن إنه بيساعد الفيتامين سي بس بذات الوقت ما بدنا ننسى إنه نحن الفيتامين سي هم نلاقيه بكتير قصص من الكلام الزنك ما فيه شي بيّن إنه هو بيساعد الخوف والقلق من المستقبل هو اللي عم يجعل الإنسان يركض لتخزين الأكل والمواد الغذائية وأيضاً الدواء مثل خطوة استباقية لبعدين ما عم بفكر إنه غيره اللي عامل كورونا معقول يعيزه عم بفكر إنه أنا يمكن أعمل كورونا فيه بروبابلتة أعمل كورونا فبروح بعمل هيدا عملية التخزين هيدا خوف من الموت هو خوف من إنه وصل لمحل ما عندي بلان باي بإيدي هو نوع من لتلك غريص البقاء إنه البقاء للأقوى بدي أعمل يلي بيخليني كفي على الحياة إن كان طبعي وإن كان لعائلتي سو يساقوا فيهن إذا أنا عم بقوله الدواء مقطوع بس في ذات التركيبة شغل شركة تانية يخدوا مش ضروري يعني مش منها شغلة الحكيم هيدا شغلة الصيدة اللي عن جد بيشيلوا عبق عن الصيدة اللي بيرايحوا هني بيرتاحوا يعني اليوم مليان زيني ريك بالسوق مليان أكيد عم نخلق مجتمع عناني عم نخلق مجتمع ما عم بيفكر بخيو الإنسان عم نخلق مجتمع ما عم بيأيم منطقياً وعقلياً الأمور حتى كل الأشخاص المسؤولين عن القطاع الأدوية والصدريات بيقولوا إنه الهلع اللي خلها العالم تروح تاخذ هيدا الأدوية جبر بمحلات معيني بعض تجار الأدوية يعملوا كمان هن خطة استباقية ويخبوا شوية أدوية لأنه كان مثل ما بيقولوا يبقى عنا ستة شهر مخزون أدوية عم بيكون عنا شهر وشهر ونوص ما بقى عم فكروا إنه إيد بإيد نحنا بنعمل مجتمع واحد بيساعد الثاني بيساعد الثالث فمنخلق مجتمع بيبني حاله بحاله لا كل واحد عم يفكر يبني لحاله وجود فيروس كورونا عم بيصعب ظروف الحياة والخوف على الصحة أمر طبيعي ولكن كل شي بالزيد بالمعنى نائس الإنسان بس ياخد ضواء يمكن بحس حاله مثل كأنه عم بيحمي حاله أنا أخدت الفيتامينات طبعاً إذا بدنا ناخد شي فينا ناخد فيتامين دي ناخد فيتامين سي بس في كتير عالم عم بلج أسبرين إيفيرماكتين ما بعرف ما ضل في شي ما يعني ما عم بياخدوه ما لازم يتأخذوا هالأدوية إلا بوصفة حكيمة هادي شغلة كتير مهمة موسيقى 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 اشتركوا في القناة